طيب علشان ما نبقاش بنفتح ملفات وبنقفلها ونتهم باننا من كروت احنا الحمد لله بنحرص في الحياة اليوم على متابعة كل الملفات الى ان نصل فيها الى نتيجة انا كلمت حضراتكم مبارح عن الوقعة التي لو صحت هتبقى كارثة وانا سميتها مبارح ام الكوارث او ام الموصايم الكلام اللي بيتم تدوله على ان احدى المدارس الامريكية في المعادي بيتم تدريس فيها منهج التاريخ خصوصا فيما يتعلق بحرب اكتوبر 73 المدرسة بتدرسه على ان حرب اكتوبر 73 انتصرت فيها اسرائيل على مصر مش العكس وانه بسبب حنية قلب اسرائيل بعد الحرب وبعد ضغوط امريكية اسرائيل رجعت سينا لمصر على اساس يعني الحدى بتحدف كتاكيد قوم ايه قوم انه لجنة التعليم بمجلس النواب انطفت طبعا وحيعمل هيفتح تحقيق كامل حواليا هذا الموضوع علشان يتأكد من صحة الوقع ومبارح لو تفتكروا انا جبت على التليفون الاستاذ بشير حسن المتحدث الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وحركوا فاكرين لو شفتوا الحلقة مبارح شفوا فاكرين التليفون لما سألتوا كده رسميا ايه ولايتنا ايه مدى اشرفنا على المناهج اللي بتقدم في المدارس الاجنبية الدولية في مصر فقال لي كده قولا واحدا قال لي وزارة التربية والتعليم لا علاقة لها بالاشراف على مناهج المدارس الدولية الاجنبية في مصر قلت لهم ما دي قصة مين قال لي دي قصة وزارة الخارجية قلت لهم شكين يا استاذ بشير النهاردة فجئت بتصريح من المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حولين هذا الموضوع بيقول ايه المستشار احمد ابو زيد بيقول لا علاقة لوزارة الخارجية بالمناهج التي تقدم وتدرس في المدارس الاجنبية الدولية لان هذه المدارس تابعة لسفارتها فبالتالي المدرسة الامريكية في المعادي تابعة للسفارة الامريكية ولا دخل لنا فيها انا هنا لطمت يعني مبارح لطمت اللطمة الاولى مع وزارة البيانات والتعريم والنهاردة الخارجية كملت اللطمة مجوز ليه لطمة مجوز مش بنبشير حسن ولا احمد ابو زيد مع كامل الاحترام لهما لانه القانون في مصر عاجز ما هو احمد ابو زيد لا يملك المشار يعني احمد ابو زيد لا يملك الا انه يقول الكلام ده لان القانون واللواع في مصر فعلا لا تتيح للدولة المصرية انها تشرف على مناهج مدرسة بتدرس جوه مصر داخل حدود جمهورية مصر العربية وفي المدرسة دي بخلاف الطلبة الاجانب في طلبة مصريين اعتقد 10 و 15% من الطلبة مصريين فبالتالي ايه الخيال ده ايه الخيال ده ازاي لوزارة التربية والتعليم ولا وزارة الخارجية ولا حد في مصر ولا جهة في مصر تقدر تقول لمدرسة جوه مصر بتزيف التاريخ وتزيف عقل ولادها وتزيف عقل ولادنا ان احنا نقدر نقول لهم بم انهي منطق وانهي عقل وبعدين انا معلوماتي انا معلوماتي انه في حاجة في مصر في قوانين في مصر اسمها قوانين مرتبطة باعمال السيادة يعني اعمال السيادة ان الدولة المصرية لها كامل السيادة على كل حدود جمهورية مصر العربية وما يحدد داخلها حد حيقول لي دلوقتي اخد بالك يا تامر وهو السفارات دي جزء من دولها يعني المنطقة اللي فيها السفارة الامريكية دي مش قطعة ارض مصرية دي قطعة ارض امريكية جوه الارض المصرية والسفارة الروسية كذلك وكذا والسفارة المصرية في واشنطن كذلك قطعة ارض مصرية جوه امريكا مظبوط لكن هل نحن نسمح ان في جرائم ان في جرائم تجرى جوه السفارة الامريكية واحنا نقول ما نجدعوة هل نسمح انه يبقى في جريمة تعليمية بترتكب في مدرسة تابعة للسفارة ولادنا بيتزيف عقلهم وتاريخهم ونقول اه ما عندناش مشكلة لاصلح تابعهم البرلمان يجب ان يغير هذا التشريع اي سفارة اي دولة اجنبية على الرحب وسعها ان تفتح جامعة اجنبية في مصر ان تفتح مدرسة اجنبية في مصر بس من شروط ترخيصها ان احنا نبص نبص مش هندخل مش هنقول لكم تعاملوا ايه بس نبص على المنهج لما يكون في جريمة زي دي نقول لهم ستوب هذا تزيف للتاريخ لا يمكن القبول به لان هذا احتلال تعليمي احتلال تعليمي